بين المغرب والنمسا تعاون تاريخي يناهز 240 سنة واليوم محطة جديدة لتعزيزه من خلال مذكرة تفاهم وقعت مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أساسها الحوار بين الثقافات والأديان حنان أرسلان وسعيد جنسي بمجيب مذكرة التفاهم الموقعة اليوم سيتم دعم التعاون بين المغرب والنمسا لتكريس الحوار بين الثقافات والأديان عدة إجراءات سيتم اتخاذها لتعزيز قيام الحوار والتسامح مع دعم التعاون بين المؤسسات والجامعات وتقسم المعلومات والتجارب حول المبادرات المحلية التي تحث على الحوار والتعايش الغرض منه هو التعاون والحوار في المجالات المتعلقة بشؤون الدينية وكما رأيتم في كلمة سيدا الوزيرة فإنها قد اجدادت تعرفان على النموذج المغربي في التدبير الشأنديني بقيادة أمير المؤمنين عزه الله يجب التعريف بالنموذج المغربي في أوروبا الذي يعلمنا الكثير نحن معجبون بغنى المؤسسات والثقافة بالمغرب ونحن قدمنا بوفد للتعاون مستقبلا سواء في الفنون العلوم والمجالين الديني والثقافي بين المغرب والنمسا علاقات تاريخية تنهز المئسي واربعين سنة والمذكرة الموقع اليوم تكرس مزيدا من التعاون لبث قيام التعايش وتسامح لزيما وأن عشر بالمئة من ساكنة النمسا هم من الجالية المسلمة اشتركوا في القناة